صباح صباح وفاقت ساندي وطلبات الفطول فترات وتسلمت دكشي اللي شرات عيطات على الروم سيربس وجات عندها بنت وعاوناتها وجدات راسها ولبسات ما بقاتش بغتبان في صفة غدير نهائية غدير ما بقى لها وجود تغلبات عليها ومحاتها مع بعض المساعدة من أم سخر هبطوني هالباليزات اللي عامرين حوايج جداد وطلبات تاكسي يخدها المطار هزات الوراق الخاصة بغدير اللي خدات من غرفة صخر ما لقاتش مشكلة مع الفلوس حيت عندها اللي كفيها من نهار خدمات في الكازينو وهي كتجمع في الفلوس وصلت للمطار وساعدها أحد الموظفين ودخل لها الباجاج طلعت للطائرة ومشات للأراضي البريطانية كيف وصلت ساندي خدات موعد مع أحسن الأطفاء في بريطانيا كشفوا عليها والقاوب اللي عندها أمل ترجع تمشي من جديد فرحات بهذا الخبر وبدأت كتجهز للعملية اللي غدا تكون من بعد 15 يوم طول هاد المدة ما بانتش غدير كيف ما توقعت ساندي كانت فرحانة وعازمة تعالج وترجع تمشي واللي زاد عاطيها حافز كتر هو صخر بغد ترجع ليه في أسرع وقت ممكن وفي المغرب صخر داز من المحاكمة وكانت قاعد أدلة ضده وهو ما حاول شي بحث أو يدير شي مجهود باش يثبت براقته تحكم عليه بالسجن المدة طويلة كل شي تتضمن قرار الحكم إلا سخر كان ملتازم الصمت معظم الوقت ومخلي كل شي يدوز غادي كيف ما بغد طرف لاخر لحقاش عنده مخططاته حتى هواء الخاصة به كان فقط مشطون من جهة الأمة يالو غادير ولكن قال ما حد هف دارهم وفي حماية سيراج ما عندوش على شي خال أما سيراج فانهار صبح الحال واكتشف اختفاء غادير حس بالدنيا دارت به وفكر غير في خور اللي خد له وما قدرش يحمي ليه الفتاة ديالو اللي وصاها عليها ما قدرش يقول الصخر حتى حاجة ولتازم الصمت وداز شهر وفين ما كيثول صخر على غادير فاش كييجي عنده سيراج كيحس به كيكذب عليه وطلعات شكوكه في محله وصا عمر يجيب ليه خبار غادير وهاد الأخير مع طلوش أكد ليه باللي اختفت وما بقاتش معهم في الفيلا هادي مدة صخر سخط على الوضعية وعلى هوم وكيفكر يخرج يقلب عليها خايف تكون وقعات لي هاشي حاجة ولا أعداءه عرفوا باللي باقي على قيد الحياة بسيف باش قنعوا عمر يبقى ويكمل على شطاف ونهارت حبس وهو اللي غادي يقلب عليها بدال الصخر من اللي عرف باللي هاد المكيدة دارت ليه من طرف صحابنا باش حسوا بالخطر من جهته قرر يمشي معهم في الخط ويبدأ انتقامه حتى هو من البلاصة اللي بدا فيها كل شي أما بالنسبة لساندي فدارت العملية ونجحات لها ودوزات شهر ديال الترويب حتى ولادت تقدر توقف على رجليها كل يوم كانت أقرب من مبتغاها وإرادتها غير ما كتزيد تحفظها والانتقام كذلك بغى تكمله وتعاون الصخر وتجمع معاه ويعيشوا في سعادة هاد الشي اللي كان قدام عينيها طول الوقت وحالة ساندي تحسنات ورجعت كتمشي بحالها بحال أي شخص عادي وكتمارس الرياضة بكترة باش تسترجع لياقتها كانت في الجيم كثمة العادة كتريني كملت وهي تهز قرعاديا ما كتشرف فيها ومع الدورة شافتو وهي تحليها أبدأت كتكح وكتضرب على صدرها وكتشوف فيه واقف وكيخنزر فيها دارت بسرعة بغت تهرق وهي تساطح مع جسد آخر هزات في عينيها بغل ورجعت شافت موراها عرفت رأسها باللي حصلات وما كان فين تحرق وهاد الشي هو اللي ما كانتش ديرا ليه الحساب أن هاد الشوج إلقاوها قال راكان قلت ليك غدينلقاها ولا لا جاوبوا سين وآخيرا سيندي قالت ليهم علاش تابعيني علاش ديك اللي جايين على قبلها بح مشات قال لي هاراكان إلا مشات غدين رجحها وخنبقى أنا وياك حتى نوضو الشي ببجوش سيندي قالت ليه كتحلم وهو يقول سيف أنت اللي كتحلم إلا عند راسك غدا تعيشي مخيرة وتلعبي بجسد ماشي ملكك حاجة وحدة اللي درتي في حياتك زوينا هي العملية ودف وقتك سالة وغادير غدا ترجع توحشت عشيرتي وباغي غير إيمتان عن نقعة قالت ليه سيندي اللي قاسني في كوم غادين قتله قرب عند هاراكان وشدها من دراحة وهزها لحفق كتفو وتم خارج وسيفتها بعمل لور كيشوف فيها كتغوت وكتركل بحال مصعورة دخلها للطموبيل وقلس حداها راكان حاكمها طلع سيف القدام وساق بهم موقف حتى القدام واحد البناية هبطها راكان بنفس الطريقة وطلعوا الفوق كانت شقة تبيرة ديالسيف دخلها راكان الواحد البيت ودرب لها مهدئ عادز قاد ودغيت طرخات وقدها فوق الناموسية وغطاها خرج هو وسيف وقلسوا في الصالة كي تناقشوا في الخطوة المقبلة راكان قال من غدة غادي نبدأ مع هالعلاج من جديد قال لي سيف وذعمه غادي اعطي نتيجة راكان قال اكيد تانوي من مغناطيسي هو اللي غادي يرشع غادير وهو يقول سيف عرفتي فاش تاصلتي بيا وقلتي لي باللي لقيتها كنت شوية وغنطيح جمعت علي الفرح والتعب من نهار اعرفت باللي اختافات ما شفت الراحة وفيما شكيت انها ممكن تكون كان مشي نقلب عليها قال لي هراكان كنت شاكي يكون قالب من صخر وهو اللي مغبرها ولكن نهار مشيت نشوف خالتي ثولت عليها سراش وحنا قالسين في الطبلة كانت عشا وواحد الخدامة طيحات دكشي اللي كانت حزة في ايدها حسيت بشي حاجة مريبة خاصة فاش بدات كترة عدو دخلات الكوزينة تعشيت معهم ورجعت بحالي ولكن بالي بقى مع الخدامة اللي سمعت سيرت غادير وتبدل فيها اللوم بقيت حاضها ومبلية والي وواحد النهار تبعت هو وقفتها قلقلتها وهي تسرس بقاعدة كشي اللي عارفة خديت من عندها نمرت مول تاكسي ولقيته وعرفت الوطيل اللي قلسات فيه بقيت كنت حقب خطواتها وعارف باللي تابع ساندي ماشي غادير ومن اللي عرفت باللي هي هنا في بريطانيا كانت المهمة شوية صعيبة باش نلقاها احتلوا حد النهار طاحت علي فكرة نقلب عليها في المستشفيات وبالفعل مع المعارف لقيتها وعرفت في هنا مستشفى كانت ناعسة اعطاوني المعلومات الخاصة بيها ولقيت فين ساكنة وفين كاتمشي ودشي جهزت راسي وعلمتك واللي ما باقي رك حالف سيف تبطب لعلك تفو وقال له ما عندي ما نسأل وعدتي تلقاها وفيتي ركان قال ليه هادي تاني مرة كيتخلع عليها من بعد ما لقيتها هاد المرة غادي نساعدها تشافة ونرجحها لي عمره غادي حلم يشوفها مازال وحتى حد ما بقى عنده الحق فيها من غيري سيف قال له غير خطوة خطوة تبرا وديك الساعة دير البريدي قال ليه ركان النوض نطل عليها ونمشي نعز غدا غادي يكون مرهق وصعيب قال ليه سيف حتى أنا نمشي نرتاح حاس براسي مهدود ادخل سيف لبيته وراكان دخل عندها اجلس جنبها في الناموسية ومد ايدو حيد ليها الشعر المستعار لاحو وطلق ليها شعرها الأسود اهبط عنده وباس ليها جبهتها بعد وجهه شوية ونزل عينيه كي يشوف شفايفها توحشها بالزاف وماقدرش من عرازه حتى شفايفه على تيالها وغمد عينيه وبقى مودة وشفايفهم مثلا حمين ومن بعد ناد خرج من البيت وهو كله أمل يشوف حبيب تقلبه أقرب وقت أما السخر تم تحويله لسجن آخر من أخطر السجون في البلاد وقفات السيارة لناقلة بعض السجناء ومنهم سخر قد دام بوابة عملاقة من الحديد الحراس منتشرين في كل بلاسة وكي ينجوج منارات عالين بالجنب دل بوابة من كل جهة فيهم غرفة صغيرة في الأعلى واقفين فيها الحراس بأسلحتهم تحل الباب ومن بعد التفتيش والإجراءات دخلوا السجناء ودوهم للزنزانات الخاصة بهم لبس صخر اللباس الخاص بالسجن وتوجه مع الحراس للزنزانة دياله وقع الأنظار عليه عيون جاحدة وعام راح يقدم تبعه كيشوف فيهم بنظاراته الحادة عارف أغلب الوجوه اللي محبوسة هنا هو بإيده زج بيهم وراء القطبات القسم اللي كان مكلف به هو قسم الجريمة وبما أن هذا السجن خاص غير بالقتالة والمغتسبين فكيعرفهم وكيعرفوه وهو فطريقه سمحها مسات وتوعودات بالانتقام من السجناء وباللي دخل جحيم برجليه متحركات فيه حتى حاجة وقع ما مصوق افتح الحارس الباب ودخل كانت زنزانة صغيرة وضيقة فيها جوج أثيرة صغيرة ادخل وقلس في السرير الخاوي بلا ما يعير انتباه للسجين اللي معاه اللي في نفس الزنزانة قالس فوق فراشه ومتبع لصخر العين تكى صخر على السرير ويالله كافيه دار دراعه على وجهه سد عينيه ودازت ليه وكان كل يوم حافل بالنسبة لصخر كل مرة مشاد مع سجين في شكل مرة في وقت الغداء كان جالس كي ياكل تجا وقف عليه واحد بدكي يعاير ويسب وكلا سلخد العصامل عن السخر عادت دخلو الحراز وفرقوهم وباقي السجناء غير كيتفرجو وباغين يتشفوه في السخر ومرة كان في الساحة كيتريني الحديد تهبط عليه واحد وزيروه للحديد اللي هاز بها سخر الأتقال احتقجو ابقى معابز مع السخر وخد تخنقه وجهه اللي حمر ولكن استجمع قوته ودفعه عاد ناض عليه وتشابكه فرقوهم وتعاقبه بجوج بالسجنة الانفرادي لمدة أسبوع وهو أكفز عقابة منك دو السخر داك الأسبوع بما شقة ومن اللي يخرج حينيه تعمى وبدو اللي ما شافه طول هاد المدة وارجع للزنزانة ديالي وكيف ما كل يوم ايه تهجم عليه هو اللي يستفزوشي واحد وبعد المرات كيتحامعه وكان مسموح الصخر بالزيارة وحده كل شهر وطلب أثناء فقط زوج الأشخاص اللي ممكن يزوروه عمر وموراد ما خلاشي حد من عائلته يجي عنده أصلا الأم دياله مفرسها واني وصيراج كاحي عليه منهار عرف باللي ماقدرش يحميليه غادير ويعتاني بها حتى يرجع ما كيدووشي يوم ومايفكرش في حبيبته والأيام الأخيرة اللي يدوز معاها الصخر كان كل يوم كيخرج للساحة أو قاعة الطعام كيبقي يقلب بعينيه على واحد الشخص معين اللي عمره غدينسه وجهه ولكن بدون فائدة عمره ما شافه ولف جو استجنه ومركز في التمارين الرياضية يدياله ودي ما كيخطط ويحلل وما كيهدر معا حد إلا إلى دعاة الضرورة وجه يوم جديد فاقت ساندي ولقات رازها في غرفة غريبة مجهزة بحالي لكينة في عيادة أبغا تتنوت وهي تلقى رازها مربوطة جوج اسماتي عراض رابطينها مع السابير واحدة دايزة من فوق صدرها والاخرى من فوق سيقانها أبدأت كتغوت وتسب احتدخل راكان وصيف وغير شافتهم تكحلات بالعمل أبدأت كتنطر وبغا تتنوت راكان درب لها مهدئ بشرخيها فقط ما كيناعش وجابوا لها الفطور ووكلوها وبدأ معها راكان الحصة في الحين كان سعيب عليه نومها مغناطيسيا وهي رافضة واستعان بالأدوية المنهزبة يوم بعد يوم كيعتانيوا بها ويوكلوها بالزز عاد كيبدأ معها راكان العلاج وداز شهر بدون نتيجة حتى بدأوا كيفقدوا الأمل أنه غادير ترجع من جديد سيف بدوره كيدير كل في جهده باش يخليها ترجع لدرجة مشى المغرب وجاب صور عائلتها الأم ديالها وخدها وكيعاود لها على الأيام اللي دوزوا مع بعضياتهم في المعهد والذكريات اللي عمره غدينساهم من نهار دخلات غادير لحياته ما تجاوبات مع حتى حاجة وديما كتوخرها بنوبة غضب وكتبقى تسب وتهدد فيهم وتتوحدهم بالشار أنا رجعوا لعند سخن كانوا واقف في الزنزانة وكيترحت ما نصدقش باللي أخيرا شافه ولكن تعجب علاش طول هاد المدة ما كانش كيباليه في حتى بلازة حس بشي إنه في الموضوع وخاصه يعرف شنو كاين ما بقاش قادر يسبر جا وقت التنفيذ وخرج للساحة كيف كل يوم جالس في كرسي بوحده ومربع إيديه وناشر رجليه وكيشوف نقطة وحدة ووجهه عليه نفس النظرة الغامضة والحادة حس بشي حد قلس حداه وقال له جيت غير نقول ليك حضي راسك ادرقه ورجع سخرس مع الاسم وذير على إيديه حتى خرجه عروقه ودار جاب في الساجين اللي قالس حداه وقال له فين جات الزنزانة دياله قال له الساجين عليش كتسور سخر شاف فيه وقدر بحده أي معلومة كتعرفها لذاك الكلب قولها ونود شوف ما تقدم قال ليه الساجين اللي عارف هو أنه محكوم عليه بالمؤبد وقدم في هذا السجن ادخل ليه صغير فاش كان في العشرينات ودار بلاستو ضغية وقتل شحال من ساجين واحتل حراس قاتل فيهم شحال من واحد إيه لكن تيناوي علاشي حاجة غير انساها هاديك ما معاهش اللعب بتزم السخر وقاله ولكن أنا جاي نلعب وماشي أي لعب لعب لكبار ومتشوق لهذا اللحظة منزمان الساجين وقفوا تم غادي وقال كنت كنت مننا نقنعك باش تراجع لدك شي اللي في بالك ولكن باي اللي يمصرع لقرارك اللهم هاكا سعادة الضابط أما عند غدير اختفاء سندي مكان سهل لحقاش غدير استرجعات قاعدك شي اللي بودعت وسنديد للجرائم والقتل واحتى آخر واقعة فاش دفعات أم صخر من تروج هاد الشي حطم غدير وخاهية ما ليهاش دنب ولكن تاكسات ودمرات وتمنات لو أنها ما تتعالجاتش غير ما تسترجعش هادوك الدكريات شحال بكات على خطها وعلى اللي وقع عليها وبكات على راسها وعلى الزوبعة اللي كانت عايشة فيها وصخر اللي تقطع قلبها عليه فاش عرفات بلي مسجون في المغرب ولكن ما كانتش عند هالشجاعة باش ترجع عنده وهي عارفة أنها كانت على شوية وتكون سبب في موت الأم دياله كيف غادي تواجهه وتشوف في عينيه فاش غدير كانت في هذا المرحلة الصعيبة ما لقاتش من غير راكان اللي كان في جنبها في كل خطوة واحتسي في المكان كالتاح ليه الفرصة كان كيجي يشوفها ومن اللي كانت في المصحة طلقت بسوجين اللي احتها هي كانت كتعالج من الاكتئاب وهي فتاة عفوية كبرتها جداتها من بعد ما توفى والديها في حريق وماتت جداتها عام هذا تحطمت ودخلات في دوامة حزن عميقة واكتئاب حات كانت جداتها آخر شخص لها في عائلتها ومن اللي مشات حسات بعالمها نهار امتاهنات مهنة عرض الأزياء من اللي كانت صغيرة وتشهرات في السوشال ميديا ورغم شهرتها عايشة حياة عادية بعيدة على الأضواق مستمتع بحريتها وكتتحرك في بغاة بعيد على هرج الشهرة والمشاهير اللي كيقلبوا على لفة الانتباع ساكنة في حي هادئ وفي منزل بسيط وارتاتوا على جدودها طلاقات مع غادير أول مرة باش كان راكان جاب هال عند أستاذ ديانو واللي هو أخي السائي في علاج المرضي الغادير وعنده خبرة كبار من راكان هو كوري الجنسية وعنده ما صحة في سيول جاب هال عنده راكان ودرت حالتها من بعد ما عطاه راكان جميع المعلومات عليها وبدأ في علاجها سيف كانت فارق معهم في بريطانيا وهو ما مشاوا لكوريا وهو رجع للمغرب لأن الأمة ديالو كانت عيانة وخاصه يكون في جنبها بداية الشهر والعلاج أعطى نتيجة وبدأ ظهور غادير كيتكرر وقد رات ترجع معظم ذكرياتها حتى الذكريات اللي كانت عقلة عليهم غير ساندي ودازت شهرين وخرجت سوجين من المصحة وبقات كتجي تشوف غادير اللي بدات حالتها كتتحسن انهار قربت غادير تخرج من المصحة من بعد ما تشافات كليا اقترحات عليها سوجين جي تسكن مهاها وقالتها غادير لراكان اللي رفض ومعجبوش الحال ولكن غادير كانت عجباتها الفكرة وقررت تستقر وتكمل حياتها في هاد البلاد كانت بداية جديدة كأنها مولود جديد عاد خرج للدنيا ما كان على راكان إلا أنه يوافق ويدعمها وحتى هو قرر يخدم على الأستاذ ديالو ويكمل بحثه تماما كنية غادير احترمات قراره وخاما بغاتوش يبقى على ودها وتكون هي السبب في هاد القرار اللي خداه انتقلات غادير وثكنات مع سوجين اللي عرفات من بعد باللي هي عارضة أزياء مشهورة سوجين دارت غادير الماناجر ديالو وخاما عندها حتى معرفة بالمجال ولكن سوجين بغتها باش تخرج للعالم وتندامج مع الناس حتى لوحد النهار تعرض عليها عمل في عرض الأزياء من طرف الشركة اللي خدامة فيها سوجين في اللول رفضات ولكن سوجين قدرت تقنحها اختانعت غادير بكلام سوجين ودخلات في مجال جديد ساعدها من عدة نواحي واسترجعات ثقتها بنفسها وبدأت كتبني في شخصيتها من جديد ما بقاتش غادير الضعيفة واستاذة جالي كتسمح بحقها وما كان على راكان غير يقبل وخاما عجبوش أنها تدخل العالم الأزياء على داك شي اللي معروف عليه ولكن غادير دارت حدود ما يمكنش تتخطاها أبدا سنات العقد بعد ما وافقوا على شروطها بالكامل والنهار شاف صخر دراجون قدر يعرف باللي رجع للزنزانة دياني وكانت في نفس الطبقة اللي فيها صخر وصل وقت الأكل وبدأوا كي يخرجوا السجناء بنضام وحراسة مشددة تفاديا لأي مشكل أو اشتيبات واحد مورة واحد هابطين في الدروج وغادين في صف واحد وصلوا لقاعة الأكل وهي الصخر عينيه وشاف في واحد الجهة وهو يباليه دراجون جالس في طبلة بوحده وحات قدامه بلاتو عامر أكل مضوبل على دكشي اللي كي ياخده السجناء الأخرين منشخد البلاتو ديالو وديز عمر ليه الأكل وتقدم بخطة واتقة حتى وقف عليه جلس مقابل معاه وخبط البلاتو على الطبلة هز دراجون عينيه الشرانيين وشاف في صخر اللي بدوره بعد له نفس النظرات دراجون قال له بصوت خشين كي يخلع ابن يزيد الصغير كيفاذ زعمه؟ تاريخ كي يحيد نفسه لشنو؟ صخر قال له ما نضنش كون متأكد هاد المرة تاريخ غدي تغير دراجون قال له حاول ودير جهدك باش ما تطلقاش مباك وتتحشم معاه حيد فشلت تاخد ليه التقارب ياك هاد الشي لشي عندي قال له سخر تلتاشر سنة وانا كانت سنة هاد اللحظة ما تخافش موجد لي همزيان دراجون هز البلاتو ديالو قال اوكي هحنا غادي نشوفه واش الابني قدر يتفوق على الاب حي طباك مات بسهولة وخاب امالي بزاف في الجنرال بن يزيد سخر كتم غضبه وقال له لعد العكس ديال نهاية كبدا مشو دراجون كيدحك باستهزاء ومخلي موراه بركان شاعل على وشك الانفجار ابقى جالس كيشوف في البلاتو اللي قدامه ما قاسوش وقف ولاحدك شي وتوجه للطوالات كانت خاوية ادخل سخر وقف قدام لبابو وافتح الباب دا كيدوه وضع لعرقوه وجهه حاس بالعافية شاعلة فيه تحرك البؤبؤ ديالعينيه بسرعة فاش حس بشي حد موراه ومعه دار القى دراجون ورعه حس بشي حاجة تخشات في جنبه بقوة واختار قاد اعضاه ونزل عينيه بينتليه ايد دراجون شادة في فرشات الاسنان وخاشيها في جنب السخر اللي كيشرشر بالدم جبدها بقوة حتى تأوه سخر بالقلم كان التحت ديال فرشات ماضي بحاني لمنجورة وولا راسها رقيق حتى دراجون يدلي كلها وشوم على كتف سخر وقرب عنده دنيه وقال له بصوت كيف فحيح الافعة عرفتي باش كان تميز على الناس الاخرين ضربتي كتكون غير متوقعة عاود اغرس فيه الفرشات في نفس البلاصة وبدأ كيدورها باش يدير ضرر اكبر دم السخر وصل الارض ودير ضاية بعد عليه دراجون خلي الفرشات مغروسة في بطن سخر ابتاسم ليه وعطاه بالظهر وخرج ابدا كيحس بالدبابة في عينيه ورجليه مبقوش هادين حاط ايدو جنب الطعنة وكيتلمس في الفرشات ابتاسم هو كيشوف خيال الاب دياله واقف قدامه وكيشير ليه وفجأة طاح على طولته وما جارة صغير على الاشاس خلاته يفقت الوعي اما هي كانت غادة في الشارع عم كمشة في الموطو ديالها والريح كيدرف شعارها فجأة وقفت جنبه وحطات ايدهجهت قلبها حسات بحجش حاجة غرسات في قلبها ما عرفتش باش تقلات وحاسة بالخنقة كأنها مقجوجة طاحت على ركابيها ومرة كتحط ايدها على العنقها ومرة على قلبها تلقيت صافرة مجحتة فارجاء السجن وقاح السجناء عرفوا باللي احد السجناء مات حيث ما كتطلقش إلا في حالة الموت بدأت لهدركة التور وسجناء بغين يعرفوش كنت تعفع ليه من هذا الجحيم حيث اللي دخل لهذا السجن ما كيخرش إلا إلا كان غادي للروضة ما كين لا إعفاء ولا خروج مشروط أصلا غير صحاب الجرائم من الوزن التقيل اللي كيتواجدوا به القليل فيهم اللي كتلقى عنده عشرين أو ثلاثين سنة جمعوا السجناء وبدأوا كيرجعوهم لزنزاناتهم الأغلبية فيهم لاحظ غياب صخر ومنهم الساجين اللي كانت تكلم معاه كانوا واقفوا علامات الحزن باين على وجههم وكيتمنى ما يكونش دكشي اللي في باله وقع بدأت لهدركة تنتاقل من ساجين اللاخر وجملة وحدة كتتعاود الدراجون اقتل الضابط صخر كانوا كيتداولوا هذ الجملة وهما ضحكين حاسين بالشمتة فقط لأنهم محضروش ليه هاش يتشفى ويشفي وغالينهم في اللي كان سبابهم في الدخول لهذا المكان غرغوا عينين الساجين اللي كانت لقى المساعدة من صخر وكان على الأغلب الوحيد اللي حزن على هذا الخبر وفي المستوصف التابع للسجن كان مستلقي على البياص ودينين عليه إيذار بيت مغطيه كله وبقع الدماء مطبوعة فيه واقفين عدة حراز كيتناقشوا بيناتهم والتاصب المسؤول باش تقام الإجراءات ويخرجوا الجتة ويعلموا عائلته كان جالس في الزنزانة دياله كرشو دهره كلهم وشعم خاصة دهره كيتوسطه وشم كبير للتنين وهو وراء تسميته بدراجون جسمه مقلدم وعضلاته منفوخين بشكل مبالغ بحل أجسام المصارعين هاز جوان كيكمي فيه بأريحية بحالي لقالس في داره ماشي في الزنزانة هز عينيه وباليه أحد الحراس واقف قدام الباب الحارس قال مدير استجنه بغال الدراجون قال ليه ايه او من بعد قال ليه الحارس ضروري تمشيل عنده هاد المرة تجاوزتي الحدود قاتل ضابط وماشي اي ضابط سخر بن يازيد كل شي عارفه وإلى داعة الاخبار بنادم غادي بديها بش وتقدر تعاقب عليها هاد المرة وقف الدراجون وقال اديها فراس كلان فرعوا ليه وتحرك إيه لانتم ما خايفين أنا ما كنخافش وهنا حاسبه ضاري ما غاديش نخليشي واحد يجي وتبورد علي فيه خرج هو والحارس الفين واقفين ثلاثة اخرين وداوه للمكتب المدير في جهة اخرى من السجن ابقاه واقفين في الخارج ودخل هو بوحده كيف ما موالب باليه المدير قالس فوق الكرسي وجهه صفر اقلس فوق الفوتين سرح وناشر جسمه ضخم كيشوف المدير باستغراب وهو يقول دراجون مالك مخلوع الهاد الدراجة موت بن يازيد الصغير أطر فيكم وبدأ كيدحك وقال ما تخافش صحابنا غادي تكلفه حتى كيسمعشي صوت كيقول له ما نظنش هاد المرة غادي نفعوك تلفت دراجون جهة الصوت وإيدا به كيتصدمه كان واقف قدامه على رجله عارس صدر وجنبه عليه لسقة كبيرة ووحده في جنب رازو دراجون معرف باش تبلغ قال صافي نحاه وما بقى له غير يكون تحت الطراب حتى كيلقاه قدامه صحة سلام قال ما تقولش ليه تصدمتي لهاد الدرجة تصدمتي فراسك ياك كيبالي يفقدتي اللمسة ديالك كان عليك تتأكد باللي مول أمانات دا أمانتو عادت دوست عنقر على الباشار ولكن ملومكش كبر السن وجنون العدمة اللي فيك سطعك صراحة اصدمتيني ومشيتي على حسب الخطة ديالي بالحرف عند بالك ما دايرش في حسابي باللي غادي تقدر بيه في أي لحظة خيبتي ظني فيك زع ما ما قدرت إيش تقدر مدى خطورة ودهاء الخصم وانت اللي عايق وفايق وما كيديرها بيك حد قال ليه الدرجون مايمكنش وهو يقول سخ لا يمكن جيت على قبلك وما غادي نخرج حتى نصفيها ليك بأبشع الطرق وكنت عارف لخبار وصلاتك وقالوا ليك ما نخرش من هنا حي داك الشي علاش خليتك تقتلني همتي الدرجون شاف بالمدير وقال وانت كيفاش قضيتك قال ليه السخر لا لا وهو غير كيتبع الأهوامر فقط ما تضلموش مسكين وشاف بالمدير وقال له دير جيب ليك شي دويرة ناضي المدير وخرج تحت نظرات دراجون القاتلة وكيف تسد الباب جا دراجون يدور وهي تجيه لك معلنيفه حتى شرشرب الدب ولا في هيئة وحش مستاعد ينهش لحم عدوه وهو يقول دراجون جنيتي على راسك كنت باغي نصيفتك بالعداء ولكن انت اختارتي الطريقة الصعبة قرب عنده السخر بسرعة وعطاه درب الفكوح تتحكو سناني وهو يقول له شحال فيك دي الله دراجون وبدال عراق كل واحد كيدرب جهده دقف سخر ودقف دراجون السخر وخنزف وجرحه باقي جديد إلا ومحاش به نار الانتقام شعلى فيه وكيباليه غيرش في غاليه فيه ما يقتل دراجون برصاصة واحدة ولكن ما بغاش يقتله الموت ارحم ليه خاصه يدوز من العداء ويموت بشوية بشوية يكون موت بطيبة من بعد ما دوه السخر على دراجون جاع انواع اساليب التعديد وخلاه كيلفض انفاسه الاخيرة في صندوق عامر مسامر قال له قلت ليك ما غاديش نرحمك ونقتلك بزهولة وطلع مع الدراج والقى المدير واقف وبين فيه مرفوع لاح ليه سخر الهضرة بلا ما يشوف فيه قال ليه عائلتك في امان دابا خرج من باب اخر وكانت الطموبيل ديانه محتوطة اركف فيها وزاد بسرعة فائقة مات دراجون وعمر وموراد تكلفوا بالجتة ديانه ومدير السجن تعاون معهم سخر جاه من نقطة ضعفه واللي هي عائلته وقرر يتعاون معهم ورجعوا جتة الدراجون زنزانته وعنوا باللي مات بسكتة قلبية كل شي تتضم للخبر لا سجناء ولا احتحوا لفاء اللي في الخارج وكاين اللي ارتاح بسماع خبر موته سخر اول حاجة دارها من بعد مخرج من السجن هي يمشل عند الامة ديانه اللي غير شافتو تلاحط عليه كتعنق فيه وتبكي كان عند بالها مش الامريكا وما باقيش غد يرجع حيت كاعي عليها ولكن فشافتو رجعل عندها وحضنات ولدها حتى شبعات حاولت تعود هاد المدة اللي كانت جالسة على نار كتصلنا رجوعو ويوم جديد مليئ بأحداث مفرحة وحزينة فاق بكريكي فعاته اهبط لصالة الرياضة اللي في الفيديا ترينا المدة ساعتين وطلعده ووش والبسعين اهبط وكان ما زال كل شي نعز وركفتو موبيل وتوجه للمكان السري الكوخ اللي خارج لمدينا وصل وبانت ليه سيارة عمر وافتح الباب ودخل هز الغطاء اللي في الأرض ديه واللي مغطي بالزربية وهبط مع الدرجات شاف عمر جالس فوق الفوتاي وهي شي حاجة في يده بحل اكتاب عمر شافو حدك شي من يده فوق الفوتاي ودار عليهم خدة صغيرة ونات قرب عند صخر وهو يقول له صخر جاي بشي حاجة ولا والو قرب عمر من نوع النقو قال له على سلامتك بعدها ادخلتي الجحر الحنش وخرجتي حي ما عندي مانت سهلك الصخر قال له ياك ما توحشتيني وهو يقول له عمر لا بالعكس عاد شفت لهنا صخر قال لي يواطيني المفيد قال له عمر آه فراسك الدراجوم عنده احتحد لا عائلة لأصدقاء احتحد ما تسوق الجتة دياني وأكيد شركاء احتهمت بالروم مني صخر قال هاد الشي قلتيه لي البارح في التليفون واطلقني راب ديت كانت عصد عمر كيحك فراسو وقال بس صح قلتوليك واللي تكن مساهد لي غوت عليه الصخر وقال لي غادي نعوقك إلى منطقتيش فين هي يا غادية عمر شاف جهة الفوتويل ورجع شافيه داز فيه الصخر ومشى الجهة الفوتويل وزف بديك لمخدة وهز المجلة وكيف شاف في الغلاف خرجوا عينيه ما يمكنش العارضة اللي في الغلاف هي نفسها غادير حبيبته كيفاش وعلاش واشنو كدير في المجلة فتحها وبدك يقلب العدد ديان المجلة عمر غير بتصاورها تصدم وفرح من اللي شافها واقفة على رجليها وفي نفس الوقت مفقوص ومعصد كيشوف الوضعيات اللي دايرة وتصاور اللي واخدين لها كيفاش حتولات عارضة فاش كانت كتفكر كمش المجلة في إيبديه وبغيت فرقار خنزف عمر اللي كان واقف بعيد ليجي خوي فيه عصبيته وخرج كيسعود وفي كوريا الجنوبية جارة كان عند غادير وخرجها بالزز عرض عليها اللغة حيث ما بقارش كتبغي تخرج ولا تغير ساعة دازرة كان المطعم الشعبي تغداو وطلبات غادير من راكان يتمشوا على رجلي هون خرجوا غادين كيهدرو كيضحكو خدات غادير التليفون وبدات كتصور في راسها عجبها الجو ورتاحت شوية كانت الدنيا عامرة بليكوب وشي غادي وشي جاي وشي كيتصور وشي كيتماشق قرب راكان عند غادير ووقف مهراها ودار إيدو على خسرها ودخل راسه حتى هو في سيلفي خداتها وهي كتتحك بعدات عليه وجات الدور وهي تشوف خيال واقف بعيد عليهم وعينين مراقبينهم ركزات تشوفه وهو يطيح لها التليفون من إيدها كتشوفه وهو بشحمه لحمه واقفه كيشوف فيها في عينيها شوفاته كانوا قاسحين وعامرين غضب واللات كترجف كلها وعينيها تغرغوا بالدموع ما كرهاتش تجري وتلاحف حضنه وتعنقوا بكل قوتها ولكن خايفة وحتى شوفاته يضرعوا فيها ضعف يمكن عرف شنه دارت لامه وكرهها وبحلواله جاي عاقبها جاه الاحتمالات الخيبين تزوف بالها في هذه اللحظات ركان شافها واقفة ومركزة في بلاسة وحدة دور وجهوه ويبال ليه سخر تكحل بالعمى كيتساءل شنه جابول هنا وكيفاش عرف مكانها عودتاني لاحظ النظرات المتبادلة بيناتهم كأن الوقت توقف وغيرهما بوحدهم لكينين تنماج زير على إيدوكي العنف حضو المكفص ما جاء السخر غادي يضرب ليه كل شي في الزيرو وإمكانية أن غادير ترجع السخت ما يقدرش يستحملها نزلت دمعة على خدها وهي باقة في نفس الوضعية غمضات عينيها وزيرات عليهم فش شافت ودار وعطاها بالظهر وذات قلبها وجهها وهي كتشوف فيه كيبعد طاحت في الأرض وطلقات العينان لدموحها ركان جا عندها طايا هزها وهز التليفون من الأرض ورجع البلاسة في الفاركة الطمو حطها فيها وهي غير ساهية ودموحها دايزين طلعوا كثيرة غادي سايق ومعصب وخايف عليها كي العن في الصخر على مجيئه اللي دار فيها هاد الحالة وصلت دار وهبط وحليها الباب وبغي هزها ومنعاته بإيديها ابنا ما تهدر ودازت من حداه ودقات الباب فتحات سوجين الباب ودازت من حداها ابنا ما تهدر معها ودخلات لبيتها وصداته واتكات عليه بدأ وشهقاتها كيعلام ونازلة بدهارها مع الباب حتى طاحت في الأرض وبدأت كتغوط ولا كيكرهني أوه علاش يا ربي علاش سخر كيكرهني بسمع را كان غواتها من الخارج عيه يدق ويعيط ومبغاتش الجو أضرف واحد الكرسي وخرج زاعف وقيسك وفي اليوم التالي نعضت مدق دقوع عينيها من فوخين يمشيت للجيم العسوجين غير بزز عندهم جالسة من حنال ثلتيين اللي دوذاتهم كيف الزومبي اللي بس ما اختافت من وجهها وهي غير كتخمن وكتجنب كل شي احتراكها جهزات رأسها ومشات للشركة هي وسوجين ودخلات للستوديو وسوجين كان عندها التصوير في الخارج دازت التريسينغ روم وقدوا لها الشعر والميكاب ولبسوا لها الزي اللون كان فستان أبيض سامبل وزوين خرجات وهي طلاقة عارة عرفات بلي الجلسة ديالتو نائي تعارفوا بيناتهم وبدو الخدمة وقف صخر التوموبيل قدام الشركة وهبط ودخل بخطوات كبار مشان يشلوا استوديو وقف حد الباب وعينيهم شاولي هديري كتخ كيشوف فيها شوفات نارية واقفة كتبدل في الوضعيات هي والعاطة مرة شادتها من خسرها ومرة معنقها من كتفها كلها مروا فين كيحط إيديه غادير كان حاضر فيها غير الجسم ديالها والعقل غايق كتتحرك بحال الأهلة وممركزاش نهائيا حتى أنها ما انتبهاتش لوجوده وهو على شوية كان غادي تفرقع ما حس إلا برجليه قادوه عندهم وبدون إندار جر غادير من بين إيدين العارض ونزل عليه بلاكمل وجهه خليه منشور في الأرض كينزف وبدأ كل شي كيغوط جرها مورا مزير على إيدها بالشهد وهي مشوكية وكتألم من القبضة اللي داير لها خرج من الشركة وجرها حتى الباركينغ وقفوا دفحها للطموبيل دياله حتى تزدحليها دهر لبس صخر اللباس الخاص بالسجن وتوجه مع الحراس للزنزانة دياله وقع الأنظار عليه عيون جاحدة وعام راح يقدم تبعاه كيشوف فيهم بنظراته الحادة عارف أغلب الوجوه اللي محبوسة هنا هو بإيده زج بيهم وراء القطبان القسم اللي كان مكلس بيه هو قسم الجريمة وبما أن هذا السجن خاص غير بالقتالة والمغتسبين فكيعرفهم وكيعرفوه وهو في طريقه سمحها مسات وتوعودات بالانتقام من السجناء وباللي دخل جحيم برجليه متحركات فيه حتى حاجة وقاعمة مسوق افتح الحارس الباب ودخل كانت زنزانة صغيرة وضيقة فيها جوج أثيرة صغيرة ادخل وقلس في السرير الخام بلا ما يعير انتباه للسجين اللي معاه اللي في نفس الزنزانة قيلس فوق فراشه ومتبع لصخر العين تكى صخر على السرير ويلاه كافية دار دراعه على وجهه سد عينيه ودازت ليه وكان كل يوم حافل بالنسبة لصخر كل مرة مشاد مع ساجين في شكل مرة في وقت الغداء كان قيلس كياكل تجا وقف عليه واحد بدك يعاير ويسرب وكل سلخد لعصامل عن صخر عادت دخلوا الحراس وفرقوهم وباقي السجناء غير كيتفرجوه وباغيني تشفاوه في سخر ومرة كان في الساحة كيتريني الحديد تهبط عليه واحد وذيروه للحديد اللي هاز بها سخر الأتقال احتق الجو ابقى معابز معه السخر وخد تخنقه وجهه اللي حمر ولكن استجمع قوته ودفعه عاد ناض عليه وتشابقه فرقوهم وتعاقبوا بجوج بالسجنة الانفرادي لمدة أسبوع وهو أكفز عقاب تمعك دوه السخر داك الأسبوع بما شقة ومن اللي يخرج حينيه تعمى وبدو اللي ما شافه طول هاد المدة وارجع للزنزانة دياله وكيف ما كل يوم كيتهجم عليه اللي يستفزو شي واحد وبعد المرات كيتحامعه وكان مسموح السخر بالزيارة وحده كل شهر وطلب أهن فقط زوج الأشخاص اللي ممكن يزوروه عمر وموراد ما خلاشي حد من عائلته يجي عنده أصلا الأم دياله مفرس هوالي وصيراج كاحي عليه منهار عرف باللي ما قدرش يحميليه غادير ويعتاني بها حتى يرجع ما كيدوزش يوم وما يفكرش في حبيته والأيام الأخيرة اللي يدوز معها السخر كان كل يوم كيخرج للساحة أو قاعة الطعام كيبقي يقلب بعينيه على واحد الشخص معين اللي عمره غدينسى وجهه ولكن بدون فائدة عمره ما شافه واللي في جو استجن ومركز في التمارين الرياضية يدياله ودي ما كيخطط ويحلل وما كيهضر مع حد إلا إلى دعاة الضرورة وجا يوم جديد فاقت ساندي ولقى ترازها في غرفة غريبة مجهزة بحالي لكينة في عيادة بغات تنوت وهيت القرازها مربوطة جوج سماطي عراض رابطينها مع السرير واحدة دايزة من فوق صدرها والاخرة من فوق سيقانها بدات كتغوت وتسب احتد خلى ركان وصيف وغير شافتهم تكحلات بالعمل وبدات كتنطر وبغات تنوت ركان درب لها مهدئ بشرخيها فقط ما كي نعش وجابوا لها الفطور ووكلوها وبدأ معها ركان الحسة في الحين كان سعيب عليه ينومها مغناطيسيا وهي رافضة واستعان بالأدوية المنهزبة يوم بعد يوم كيعتانوا بها ويوكلوها بالزز عاد كيبدأ معها ركان العلاج وداز شهر بدون نتيجة حتى بدأوا كيفقدوا الأمل أن غادير ترجع من جديد سيف بدوره كيدير كل في جهده باش يخليها ترجع لدرجة تمشى المغرب وجاب صور عائلتها الأم ديالها وختها وكيعاود لها على الأيام اللي دوزوا مع بعضياتهم في المعهد والذكريات اللي عمره غادينساهم من نهار دخلات غادير لحياته ما تجوبات مع حتى حاجة وديما كتوخرها بنوبة غضب وكتبقى تسب وتهدد فيهم وتتوعدهم بالشار أنا رجعوا لعندسخ كانوا واقف في الزنزانة وكيترحت ما نصدقش باللي أخيرا شافوا ولكن تعجب علاش طول هاد المدة ما كانش كيباليف حتى بلازة حس بشي إنه في الموضوع وخاصه يعرف شنو كاين ما بقاش قادر يسور جا وقت التنفيذ وخرج للساحة كيف كل يوم جالس في كرسي بوحده ومربع إيديه وناشر رجليه وكيشوف نقطة واحدة ووجهه عليه نفس النظرة الغامضة والحادة حس بشي حد قلس حداه وقال له جيت غير نقول ليك حضي راسك ادرا قواه رجع سخرس مع الاسم وذير على إيديه حتى خرجه عروقه ودار شاف في السجين اللي قالت حداه وقال له فين جد زنزة نديانه قال ليه السجين علاش كتسور سخر شاف فيه وقدر بحده أي معلومة كتعرفها لذاك الكلب قولها ونود شوف ما تقضي قال ليه السجين اللي عارف هو أنه محكوم عليه بالمؤبد وقدين في هذا السجن ادخل ليه صغير فشكان في العشرينات ودار بلاستو ضغية وقتل شحال من سجين واحتل حراس قاتل فيهم شحال من واحد إيه لكن تي ناوي علاشي حاجة غير انساها هاداك ما معاش اللعب بتزم السخر وقال له ولكن أنا جاي نلعب وماشي أي لعب لعب لكبار ومتشوق لهذا اللحظة من زمان السجين وقفوا تم غادي وقال كنت كنت منى نقنعك باش تراجع لدك شي اللي في بالك ولكن باي اللي يا مصرع لقرارك اللهم هاكا سعادة الضابط أما عند غدير اختفاء ساندي ما كان سهل لحقاش غدير استرجعات قاعدك شي اللي بوداته ساندي للجرائم والقتل وحتى آخر واقعة فيش دفعات أم صخر من تروج هاد الشي حطم غدير وخاهية ما ليهاش دنب ولكن تاكسات والدمرات وتمنات لو أنها ما تتعالجاتش غير ما تترجعش هادوك الدكريات شحال بكات على خطها وعلى اللي وقع عليها وبكات على راسها وعلى الزوبعة اللي كانت عايشة فيها وصخر اللي تقطع قلبها عليه فاش عارفات بلي مسجون في المغرب ولكن ما كانش عند هالشجاعة باش ترجع عنده وهي عارفة أنها كانت على شوية وتكون سبب في موت الأم ديالي كيف غادي تواجهه وتشوف عينيه فاش غدير كانت في هذا المرحلة الصعيبة ما لقاتش من غير راكان اللي كان في جنبها في كل خطوة واحتسي في الماكان كتاح ليه الفرصة كان كيجي يشوفها ومن اللي كانت في المصحة طلقت بسوجين اللي حتى هي كانت كتعالج من الاكتئاب وهي فتاة عفوية كبرتها جداتها من بعد ما توفى والديها في حريق وماتت جداتها عام هذا تحطمت ودخلات في دوامة حزن عميقة واكتئاب حات كانت جداتها آخر شخص لها في عائلتها ومن اللي مشات حسات بعالمها نهار امتهنات مهنة عرض الأزياء من اللي كانت صغيرة وتشهرات في السوشال ميديا ورغم شهرتها عايشة حياة عادية بعيدة على الأضواق مستمتع بحريتها وكتحرك في بغاية بعيد على هرج الشهرة والمشاهير اللي كيقلبوا على لفة الانتباع ساكنة في حي هادئ وفي منزل بسيط وارتاتوا على جدودها طلاقات مع غادير أول مرة باش كان راكان جاب هال عند أستاذ ديانو واللي هو أخي السائي في علاج المرضي الغادير وعنده خبرة كبر من راكان هو كولي الجنسية وعنده مساحة في سيوم جاب هال عنده راكان ودرت حالتها من بعد ما عطاه راكان جميع المعلومات عليها وبدأ في علاجها سيف كانت فارق معهم في بريطانيا وهو ممشاوا في كوريا وهو ورجع للمغرب لأن الأمة ديالو كانت عيانة وخاصة يكون في جنبها بدأت شهر والعلاج أعطى نتيجة وبدأ ظهور غادير كيتكرر وقد رات ترجع معظم ذكرياتها حتى الذكريات اللي كانت عقلة عليهم غير ساندي ودأت شهرين وخرجت سوجين من المصحة وبقات كتجي تشوف غادير اللي بدات حالتها كتتحسن انهار قربات غادير تخرج من المصحة من بعد ما تشافات كليا اقتارحات عليها سوجين جي تسكن مهاها وقالتها غادير لراكان اللي رفض ومعجبوش الحال ولكن غادير كانت عجباتها الفكرة وقررت تستقر وتكمل حياتها في هاد البلاد كانت بداية جديدة كأنها مولود جديد عاد خرج للدنيا ما كان على راكان إلا أنه يوافق ويدعمها وحتى هو قرر يخدم على الأستاذ ديالو ويكمل بحثه تم ماجنة غادير احترمات قراره وخاما بغتوش يبقى على ودها وتكون هي السبب في هاد القرار اللي خداه انتقلات غادير وثكنات مع سوجين اللي عرفات من بعد باللي هي عارضة أزياء مشهورة سوجين دارت غادير الماناجر ديالا وخاما عندها حتى معرفة بالمجال ولكن سوجين بغتها باش تخرج للعالم وتندامج مع الناس حتى الوحد النهار تعرض عليها عمل في عرض الأزياء من طرف الشركة اللي خدامة فيها سوجين في اللول رفضات ولكن سوجين قدرت تقنحها اختانعت غادير بكلام سوجين ودخلات في مجال جديد ساعدها من عدة نواحي واسترجعات تيقتها بنفسها وبدأت كتبني في شخصيتها من جديد ما بقيتش غادير الضعيفة واستاذة جالي كتسمح في حقها وما كان على راكان غير يقبل وخاما عجبوش أنها تدخل العالم الأزياء على داك الشي اللي معروف عليه ولكن غادير دارت حدود ما يمكنش تتخطاها أبدا سنات العقد بعد ما وافقوا على شروطها بالكامل من نهار شاف صخر دراجون قدر يعرف باللي رجع للزنزانة ديالي وكانت في نفس الطبقة اللي فيها صخر وصل وقت الأكل وبدأوا كيخرجوا السجناء بنظام وحراسة مشددة تفاديا لأي مشكل أو اشتيبات واحد مورة واحد هابطين في الدروج وغادين في صف واحد وصلوا قاعة الأكل وهي الصخر عينيه وشاف في واحد الجهة وهو يباليه دراجون جالس في طبلة بوحده وحات قدامه بلاتو عامر أكل مضوبل على داك الشي اللي كي ياخدوا السجناء الأخرين مشاخد البلاتو ديالو وديز عمر ليه الأكل وتقدم بخطة واتقة حتى يوقف عليه أجلس مقابل معاه وخبط البلاتو على الطبقة هز دراجون عينيه الشرانيين وشاف في صخر اللي بدوره بعدلو نفس النظرات دراجون قال له بصوت خشن كي يخلع ابن يا زيد الصغير كيفات زحمة؟ تاريخ كي حيد نفسه لشنو؟ صخر قال ليه ما نضنش كون متأكد هاد المرة تاريخ غدي يتغير دراجون قال ليه حاولوا دير جهتك باش ما تتلقاش بباك واتتحشم معاه حيد فشلت تاخد ليه التقارب ياك هاد الشيلة الشاي عندي قال ليه سخر تلتاشر سنو وانا كانت سنة هاد اللحظة ما تخافش موجد ليها مزيان دراجون هز البلاتو ديالو قال اوكي هحنا غادي نشوفه واش الابن يقدر يتفوق على الاب حي طباك مات بسهولة وخاب امالي بزاف في الجنرال بن يزيد صخر اكتم غضبه وقال له لعد العكس ديال نهايتك بدا مشا دراجون كيدحك باستهزاء ومخلي موراه بركان شاعل على وشك الانفجار ابقى جالس كيشوف البلاتو اللي قدامه ما قاسوش وقف ولاحدك شي وتوجه للطوالات كانت خاوية ادخل صخر وقف قدام لبابو وافتح الباب ده كيدو وضع لعرقوه وجهه حاس بالعافية شاعلة فيه تحرك البقبو ديال عينيه بسرعة فاش حس بشي حد موراه ومع دار القى دراجون ورعاه حس بشي حاجة تخشات في جنبه بقوة واختار قاد أعضاه ونزل عينيه بينت ليه ايد دراجون شادة في فرشات الأسنان وخاشيها في جنب الصخر اللي كيشرشر بالدم جبدها بقوة حتى تأوه صخر من الألم كان التحت ديال فرشات ماضي بحالي لمنجورة وولا راسها رقيق حتى دراجون يدولي كلها وشوم على كتف صخر وقرب عنده دنيه وقال له بصوت كيف فحيح الأفعى عرفتي باش كانت ميز على الناس الأخرين ضربتي كتكون غير متوقعة عاود غرز فيه الفرشات في نفس البلاسة وبدأ كيدورها باش يدير ضرر أكبر دم السخر وصل الأرض ودير ضاية بعاد عليه دراجون خلي الفرشات مغروسة في بطن سخر ابتاسم ليه وعطاه بالظهر وخرج ابدا كيحس بالدبابة في عينيه ورجليه مبقوش هادينه حاد إيده جنب الطعنة وكيتلمس في الفرشات ابتاسم هو كيشوف خيال أبا دياله واقف قدامه وكيشير ليه وفجأة طاح على طول وما جارته غير على الأشاس خلاته يفقت الوعي أما هي كانت غادة في الشارع مكمشة في الموطو ديالها والريح كيدرف شعرها فجأة وقفت جامدة وحتات إيده جهت قلبها حسات بحاجة شي حاجة تغرسات في قلبها معرفيتش باش تقلات وحاسة بالخنقة كأنها مقجوجة طاحت على ركابيها ومرة كتحط إيدها على عمقها ومرة على قلبها تلقيت صافرة مجهدة فأرجاء السجن وقاح السجناء عرفوا باللي أحد السجناء مات حيث ما كتطلقش إلا في حالة الموت بدأت لهدركة تورو وسجناء بغيني عرفوش كونت تعفى عليه من هاد الجحيم حيث اللي دخل لهذا السجن ما كيخرش إلا إلا كان غادي للروضة ما كين لا إعفاء ولا خروج مشروط أصلا غير صحاب الجرائم من الوزن التقيل اللي كيتواجدوا به القليل فيهم اللي كتلقى عنده عشرين أو ثلاثين سنة جمعوا السجناء وبدأوا كيرجعهم لزنزاناتهم الأغلبية فيهم لاحظ غياب صخر ومنهم السجين اللي كان تكلم معاه كانوا واقفوا علامات الحزن باين على وجههم وكيتمنى ما يكونش دكشي اللي في باله وقع بدأت لهدركة نتاقل من سجين اللاخر وجملة وحدك التعاود الدراجون اقتل الضابط صخر كانوا كيتدولوا هاد الجملة وهما ضحكين حاسين بالشمتة فقط لأنهم محضروش له هاش يتشفا ويشفي وغالينهم في اللي كان سبابهم في الدخول لهذا المكان غرغوا عينين السجين اللي كان تلقى المساعدة من صخر وكان على الأغلب الوحيد اللي حزن على هذا الخبر وفي المستوصف التابع للسجن كان مستلقي على البياص ودينين عليه إيذار بيت مغطيه كله وبقعة دماء مطبوعة فيه واقفين عدة حراز كيتناقشوا بيناتهم والتاسب المسؤول باش تقام الإجراءات ويخرجوا الجوتة ويعلموا عائلته كان جالس في الزنزانة دياله كرشو دهره كلهم وشعم خاصة دهره كيتوسطه وشم كبير للتنين وهو وراء تزميته بدراجون جسمه مقلدم وعضلاته منفوخين بشكل مبالغ بحل أجسام المصارعين هز جوان كيكمي فيه بأريحية بحالي لقالس في دارو ماشي في زنزانة هز عينيه وباليه أحد الحراس واقف قدام الباب الحارس قال مدير السجن بغعد دراجون قال ليه ايا ومن بعد قال ليه الحارس ضروري تمشيل عنده هاد المرة تجاوزتي الحدود قاتل ضابط وماشي أي ضابط سخر بن يازيد كل شي عارفه وإلى داعة الاخبار بنادم غادي بديها بش وتقدر تعاقب عليها هاد المرة وقف دراجون وقال اديها فراسك لنفرعوا ليه وتحرك إلا انتو مخايفين أنا ما كنخافش وهنا حاسبه ضاري ما غاديش نخليشي واحد يجي وتبورد عليها فيه خرج هو والحارس الفين واقفين ثلاثة أخرين وداوه للمكتب المدير في جهة أخرى من السجن ابقاه واقفين في الخارج ودخل هو بوحده كيف ما موالب بان ليه المدير قالس فوق الكرسي ووجهه صفر قلس فوق الفوتين مسرح وناشر جسمه الضخم كيشوف المدير باستغراب وهو يقول دراجون مالك مخلوع لهاد الدرجة موت بن يازيد الصغير أطر فيكم وبدأ كيدحك وقال ما تخافش صحابنا غادي تكلفه حتى كيسمعشي صوت كيقول له ما نظنش هاد المرة غادي نفعوك تلفت دراجون جهة الصوت وإيدا به كيتصدم كان واقف قدامه على رجليه عارس صدر وجنبو عليه لسقة كبيرة ووحدة في جنب رازو ادراجون ما عرف باش تبله قال صافي نحاه وما بقى ليه غير يكون تحت الطراب حتى كيلقاه قدامه صحة سلام قال صخر ما تقولش ليه تصدمتي لهذا الدرجة صدمتي فراسكياك كيبالي يفقدتي اللمسة ديالك كان عليك تتأكد باللي مول أمانة دا أمانته عاد الدوز تحنقر على الباشار ولكن ملومكش كبار الثن وجنون العدمة اللي فيك سطعك صراحة صدمتيني ومشيتي على حسب الخطة ديالي بالحرف عند بالك مدايرش في حسابي باللي غادي تقدر بيا في أي لحظة خيبتي ظني فيك زع ما ما قدرت إيش تقدر مدى خطورة ودهاء الخصم وانت اللي عايق وفايق وما كيديرها بيك حد قال ليه دراجون ما يمكنش وهو يقول سخ لا يمكن جيت على قبلك وما غادي نخرج حتى نصفيها ليك بأبشع الطرق وكنت عارف لخبار وصلاتك وقالوا ليك ما نخرجش من هنا حي داك شي علاش خليتك تقتلني همتي دراجون شاف بالمدير وقال وانت كيفاش قضيتك قال ليه سخر لا لا وهو غير كيتبع الأوامر فقط ما تضلموش مسكين وشاف بالمدير وقال له دير جيب ليك شي دويرة ناضي المدير وخرجت تحت نظرات دراجون القاتلة وكيف تسد الباب جا دراجون يدور وهي تجيه لك معلنيفو حتى شر شرب الدب ولا في هيئة وحش مستعد ينهش لحم عدو وهو يقول دراجون جنيتي على رأسك كنت باغي نصيفتك بالعداء ولكن انت اختارتي الطريقة الصعبة قرب عنده سخر بسرعة واعطاه ضرب الفكوح تتحكو سناني وهو يقول له شحال فيك دياله درا وبدالعراق كل واحد كيدرب بجهده دقف سخر ودقف دراجون سخر وخنزف وجرحه باقي جديد إلا ومحاش به نار الانتقام شعلى فيه وكيباليه غيرش فيه غاليه فيه ما يقتل دراجون برصاصة وحدة ولكن ما بغاش يقتله الموت أرحم ليه خاصه يدوز من العداء ويموت بشوية بشوية يكون موت بطيبة من بعد ما دوه السخر على دراجون جاع أنواع أساليب التعديد وخلاه كيلفض أنفاسه الأخيرة في صندوق عامر مسامر قال له قلت ليك ما غاديش نرحمك ونقتلك بسهولة وطلع مع الدروج والقلمدير واقف وبين فيه مرفوع لاح ليه سخر الهدراء بلا ما يشوف فيه قال لي عائلتك في آمان دابا خرج من باب آخر وكانت الطموبيل ديانه محتوطة ركف فيها وزاد بسرعة فائقة مات الدراجون وعمر وموراد تكلفوا بالجتة ديانه ومدير السجن تعاون معهم سخر جاه من نقطة ضعفه واللي هي عائلته وقرر يتعاون معهم ورجعوا جتة الدراجون زنزانته وعلنه باللي مات بسكتة قلبية كل شي تستضم الخبر لا سجناء ولا احتحه لفاء اللي في الخارج وكاين اللي ارتاح بسماع خبر موت سخر أول حاجة دارها من بعد ما خرج من السجن هي يمشل عند الأمة ديانه اللي غير شافتو تلاحط عليه كتعنق فيه وتبكي كان عند بالها مشى الأمريكا وما باقيش غد يرجع حيت كاعي عليها ولكن فشافتو رجع لعندها وحدنات ولدها حتى شبعات حاولات تعود هاد المدة اللي كانت جالسة على نار كتسنة رجوعه ويوم جديد مليئ بأحداث مفرحة وحزينة فاق بكريكي فعاته أهبط لصالة الرياضة اللي في الفيديو ترينا لمدة ساعتين وطلع دوش والبسعين أهبط وكان ما زال كل شي ناعز وركفتو موبيل وتوجه للمكان السري الكوخ اللي خارج لمدينة وصل وبانت ليه سيارة عمر وافتح الباب ودخل هز الغطاء اللي في الأرضية واللي مغطي بالزربية وهبط مع الدرجات شاف عمر جالس فوق الفوتاي وهي شي حاجة في يده بحل اكتاب عمر شافو حدك شي من يده فوق الفوتاي ودار عليهم خدة صغيرة وناد قرب عند صخر وهو يقول له صخر جاي بشي حاجة ولوالو قرب عمر من نوعا وقال له على سلامتك بعدا ادخلتي الجحر الحنش وخرجتي حي ما عندي مانت سالك الصخر قال له ياك ما توحشتيني وهو يقول له عمر لا بالعكس عاد شفت لهنا الصخر قال لي يواعطيني المفيد قال ليه عمر آه فراسك الدراجوم عنده احتحد لا عائلة لا أصدقاء حتى حد ما تسوق الجتة دياني وأكيد شركاء حتى همت بروا مني صخر قال هاد الشي قلتيه لي البارح في التليفون واطلقني قراب ديت كان تعصد عمر كيحك فراسو وقال بس صح قلتوليك واللي تكن ساهد لي غوت عليه صخر وقال لي غادي نعوقك إلى منطقتيش فين هي غادية؟ عمر شاف جهة الفوتاي ورجع شافيه داز فيه السخر ومشى الجهة الفوتاي وزف بديك لمخدة وهز المجلة وكيف شاف في الغلاف خرجه عينيه ما يمكنش العارضة اللي في الغلاف هي نفسها غادية حبيبته كيفاش وعلاش واشنو كتدير في المجلة فتحها وبدأ كيقلب العدد دي المجلة عمر غير بتصاورها تصدم وفرح من اللي شافها واقفة على رجليها وفي نفس الوقت مفقوص ومعصدر كيشوف الوضعيات اللي دايرة وتصاور اللي واخدين لها كيفاش حتولات عارضة فاش كانتك تفكر كمش المجلة في بديه وبغيت فرقار خنزف عمر اللي كان واقف بعيد ليجي خوي فيه عصبي توخرش كي سعود وفي كوريا الجنوبية جارة كان عند غادير وخرجها بالزز عرض عليها اللي غدا حيت ما بقاتش كتبغي تخرج وولات غير سعية دازرة كان المطعم الشعبي تغداو وطلبات غادير منها راكان يتمشوا على رجليهم خرجوا غادين كيهضروك يضحكو خدات غادير التليفون وبدات كتصور في راسها عجبها الجو ورتاحة شوية كانت الدنيا عامرة بلايكوب وشي غادي وشي جاه وشي كيتصور وشي كيتماشق قرب راكان عند غادير ووقف مهراها ودار إيده على خسرها ودخل راسه حتى هو في سيلفي خداتها وهي كتضحك بعدات عليه وجات الدور وهي تشوف خيال واقف بعيد عليهم وعينين مراقبينهم ركزات تشوفه وهو يطيح لهالتليفون من إيدها كتشوفه هو بشحمه لحمه واقفه كيشوف فيها في عينيها شوفاته كانوا قاسحين وعامرين غضب وليت كترجف كلها وعينيها تغرغوا بالدمور ما كرهاتش تجري وتلاحف حضنه وتعنقوا بكل قوتها ولكن خايفة وحتى شوفاته زرغوا فيها ضعف يمكن عرف شنو دارت لمو وكرهها وبحل والو جاي عاقبها جاه الاحتمالات الخيبين تزوف بالها في هات اللحظات ركان شافها واقفة ومركزة في بلاسة واحدة دور وجهوه ويبال ليه سخر تكحل بالعمل كيتسائل شنو جابول هنا وكيفاش عرف مكانها عودتاني لاحد النظرات المتبادلة بيناتهم كأن الوقت توقف وغيرهما بوحدهم لكينين تنمال زير على ايدو كيلعن في حظه المكفص ما جاء السخر غادي يضرب ليه كل شي في الزيرو وإمكانية أن غادي ترجع السخط ما يقدرش يستحملها نزلت دمعة على خدها وهي باقة في نفس الوضعية غمضات عينيها وزيرات عليهم فش شافت ودار وعطاها بالظهر وثات قلبها وجهها وهي كتشوف فيه كي بعد طاحت في الأرض وطلقات العينان لدموحها راكان جاء عندها طايا هزها وهز التلفون من الأرض ورجع لبلاسة في الفاركة الطمو حطها فيها وهي غير ساهية ودموحها دايزين طلعوا كسيرة غادي سايق ومعصب وخايف عليها كيلعن في الصخر على مجيئه اللي دار فيها هاد الحالة وصلنا الدار وهبط وحليها الباب وبغي هزها ومنعاته بإيديها ابنا ما تهضر ودازت من حداه ودقات الباب فتحات سوجين الباب ودازت من حداها بلما تهضر معها ودخلات لبيتها وصداته واتكات عليه ابدا وشهقاتها كيعلام ونازلة بظهرها مع الباب حتى طاحت في الأرض وبدات كتغوط ولا كيكرهني اوه علاش يا ربي علاش سخر كيكرهني بسمع را كان غواتها من الخارج عياء يدق ويعيط ومبغاتش تجوه اضرف واحد الكرسي وخرج زاعف وقيسك وفي اليوم التالي نعضت من دق دقو عينيها من فوخين مشات الجيم عسوجين غير بزز عندهم جالسة من هنا لثلتي اللي دوذاتهم كيف الزومبي اللي بسمة اختفت من وجهها وهي غير كتخمن وكتجنب كل شي احتراكها جهزات رأسها ومشات للشركة هي وسوجين ودخلات للستوديو وسوجين كان عندها التصوير في الخارج دازت للتريسينغ روم وقدوا لها الشعر الميكاب ولبسوا لها الزي اللون كان فستان ابيض سامبل وزوين خرجات وهي طلاقة عارف عرفات بلي الجلسة ديالتو نائي تعارفوا بيناتهم وبدوا الخدمة وقف صخر الطموبيل قدام الشركة وهبطوا دخل بخطوات كبار مشان يشل للستوديو وقف حد الباب عينيه مشاولي هدي ريكت كيشوف فيها شوفات نارية واقفة كتبدل في الوضعيات هي والعارف مرة شادها من خسرها ومرة معنقها من كتفها كلها مرة وفين كيحط ايديها غادير كان حاضر فيها غير الجسم ديالها والعقل غاير كتتحرك بحال الاهلة وممركزاش نهائيا حتى انها ما انتبهتش لوجوده وهو على شوية كان غادي تفرقها ما حس إلا برجليه قادوه عندهم وبدون اندار جر غادير من بين ايدي العارف ونزل عليه بلاكمال وجهه خليه منشور في الارض كينزف وبدأ كل شي كيغوط جرها موراه مزير على ايدها بالجهد وهي مشوكية وكتألم القبضة اللي داير لها خرج من الشركة وجرها حتى الباركينج وقفوا دفحة على التوموبيل ديالو حتى تزدح لها دهرها هز ايدو حتى السماء ونزل عليها بصفعة تاريخية قال ليها تبرك الله عليك ما خليتي لي يا مانقو أرجعتيك التمشاي ونتي تفرعني هادي هي الخدمة اللي بنت لك ها؟ ما خليها هاديك يتلمس فيك ويعبس فيك كيفوها هادا راهو واتصل قيت بالعلانة قاد عاتو غادير وقالت له توحشتك سكت وبقى كيتأمل في وجهها وعينيها وفي خدها اللي حمر ومصورة فيه ايدو ديك الكلمة باش نطقات في الشلاتو وسرحات معاه اهجم عليها بدون سابق اندار وتلاح على شفيفها كيفوص ويحاوط لسقها مع التوموبيل وحاكمها بجسمه حتى تناليها ظهرها ومالت اللعب حط ايدو مورا عنقها وقربها ليها كتا مدة طويلة وهما باقين غارقين في القبل المتتالية والطويلة ادعاف قدامها بلا ايراج وخا كان محلف عليها هز ايدو احتال السماء ونزل عليها بصفعة تاريخية قال ليها تبارك الله عليك ما خليتي ليه ما نقول ارجعتيك التمشي وانتي تفرعني هادي هي الخدمة اللي بانت ليك ها مخليها داك يتلمس فيك ويعبس فيك كيفوها هيدا راهو واتصل قيت بالعلانة قاطعاته غادير وقالت له توحشتك سكت وبقى كيتأمل في وجهها وعينيها وفخدها اللي حمر ومصورة فيه ايدو ديك الكلمة باش نطقات فشلاتو وسرحات معاه اهجم عليها بدون سابق اندار وتلاح على شفيفها كيفوص ويحاوت لسقها مع التموبيل وحاكمها بجسمه حتى تناليها ظهرها ومالت اللعب حتى ايدو مورا عنقه وقربها ليها كتاب مدة طويلة وهما باقين غارقين في القبل المتتالية والطويلة ادعاف قدامها بلا ايرانتو وخاكين محلف عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر